اشتركوا في القناة افراد اسرته من باب اتباع اجراءات السلامة وحفظ النفس البشرية من خطر اصابتها بالفيروس شكر الله تعالى على ان اتم لنا الصيام ونحن في نعمة وامن وامان وخير ونحمد الله كثيرا ونشكره كثيرا على ما يسر لنا من هذه العبادة العظيمة واما صلاة العيد فانها تصلى في البيوت فان الانسان هو واغلى اغلى شيء اغلى من الارض كلها الانسان اغلى من العبادة نفسها ان العبادة شرعت من اجل الانسان فاذا تخالفت العبادة مع صحة الانسان صحة الانسان تقدم اما ترون انه يجب ان يفطر المريض لماذا قدمت نفسه على الصيام ولقد كرمنا بني ادم فلذلك نصلي في البيوت ونصليها جماعة ان استطعنا مع الزوجة والعيال ونصليها ركعتين كما شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم نكبر في الاولة بعد تكبيرة الاحرام سبع تكبيرات متوالية الله اكبر الله اكبر الله اكبر وفي الركعة الثانية نكبر خمسة تكبيرات نصلي جماعة وان لم يتيسر نصلي فرادا والله سبحانه وتعالى ينظر عملنا ويشكر عملنا وهو الشكور سبحانه وتعالى في السياق ذاته اوضح المحمود ضرورة اتباع اساليب جديدة تتعلق بكيفية التواصل مع الارحام خصوصا في تقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد نصل بالتلفون الآن فيه تلفون بالمشاهدة والحمد لله موجود وانا اعذرك وانت تعذرني ظروف طارئة المحبة متواصلة والدعاء متواصل والهاتف نصف المقابلة فأما التزاور والتزاحم يعني لا نهدم ما بنته الدولة في هذا الانجاز الذي يشكر عليه القائمون والحملة البطنية لمكافحة كورونا يشكرون والأطباء والأمن جزاهم الله خير الجزاء ورضي الله عنهم على عملهم هذا موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر